أثارت الأسعار المرتقبة لتذاكر واشتراكات النقل بواسطة حافلات الباصواي بالدار البيضاء استياء عدد من البيضاويين، لا سيما فئة الطلاب الذين يترددون على وسائل النقل بشكل يومي. وحسب وثيقة اطلع اليوم 24 عليها، فإن أسعار بطائق الاشتراك الشهرية لفئة الطلاب ارتفعت من 150 إلى 170 درهما، بينما سعر البطاقة لوحدها بدون اشتراك ارتفع من 15 إلى 30 درهما. سعر بطاقة الاشتراك الشهرية لباقي المواطنين الراغبين في الاشتراك للاستفادة من خدمات نقل حافلات الباصواي ارتفع من 60 إلى 70 درهما، وبطاقة الاشتراك السنوية ارتفعت من 230 إلى 250 درهما. وفيما يخص سعر بطاقة التعبئة، هي الأخرى ارتفعت من 6 إلى 7 دراهم، بينما سعر التذكرة ظل في سعر 8 دراهم تماما، مثل تذكرة اطرامواي. ويرتقب اليوم الأربعاء عقد اجتماع الليجن الدائمة للمجلس قصد دراسة والتصويت على تسعيرة تذاكر واشتراكات النقل بواسطة حافلات الباصواي. بينما دعت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلا رميلي إلى عقد دورة استثنائية غدا الخميس للدراسة والتصويت على تسعيرة تذاكر واشتراكات النقل بواسطة حافلات الباصواي. حري بالذكر أن العجز المالي لاترامواي الدار البيضاء يناهز 100 مليون درهم سنويا وبحاسب مصادر، فإن إضافة خط الباصواي ستفاقم هذا العجز. ترجمة نانسي قنقر